المصالحة العشائرية ودعم سلطة القانون مشروع تبنته العشائر العراقية التي وقعت ميثاقا يؤطر من خلاله التعاملات المجتمعية وفق قانون الدولة وعدم تجاوزه الأمر الذي من شأنه أن يطرد جميع العادات الدخيلة على المجتمع أكدنا على وجود دولة القانون وجود الدستور وجود القانون هذا يعني كيفية العمل ما بين الفرد العراقي العشائري مع الدولة ومع القانون وكذلك العكس أيضا هذا راح يكرس طبايع ووسائل وأنماط قد تؤدي بالتأكيد إلى استقرار وضع أمني في الوطن لم يخلو هذا المشروع من التطرق إلى المرأة وما تعانيه من مشكلات عامة داخل بعض القبائل التي تعامل المرأة بظلم وإجحافة على الرغم من أن هذه العادات باتت تنحسر إلا أن هذا الميثاق من شأنه أن يغير الكثير من السلوكيات المتبعة هذه الوثيقة هي تعزز من هذه المبادئ تعزز من مبادئ حقوق الإنسان كذلك هي داعمة كبيرة لسلطة القانون من عملي في الميدان مع شيوخ العموم وجدت أنه فعلا هناك رغبة حقيقية لتغيير هذا الواقع والعمل على إنهاء وإذا نسأل في واقع الأمر نجد أن هذه الممارسات أقل بكثير مما كانت سائدة بالسابق هناك اتفاق من جميع العشائر على قدسية رتبة المرأة داخل العشيرة مواقف العشائر العراقية تجاه المرأة باتت تتغير تدريجيا فهي اليوم باتجاه تبكينها مجتمعيا وإدراجها في معترك الحياة العامة من بغداد محمد فراسة قناة التغيير